اهلا بيكو في عالم العالمين يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا أنواع كتير من الفنون والرياضة والترفيه في صورة مميزة على أرض العالمين الجديدة الحقيقة مهرجان العالمين مبارح شهد عرض مبهر عرض للفنون الشعبية وكان فيه جوه من الفرحة والاحتفال مع وجود كذا فرقة قدمت عروض متميزة للجمهور اللي كان بيتابعها فرق أسوان والحرية والمينيا قدموا عروض فلكلورية متنوعة أبرزة التراث الثقافي الغني لمصر الحقيقة الجمهور استمتع بعروض السماع والتحطيب والصعادية من فرقة المينيا كمان رأسات الإسكندرانية والصيادين من فرقة الحرية ورأسات الفلكلور النوبي من فرقة أسوان العرض ده هو ضمن فعاليات مشروع أهل مصر واللي بتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة وهدفه الأساسي أنه يحقق الدمج الثقافي بين مختلف محافظات مصر كمان بيقدم فرص للبنات والشباب من المناطق المختلفة عشان يعبروا عن نفسهم ويظهروا مواهبهم الحقيقة كمان أن مهرجان العالمين الجديدة بيشهد زخم كبير في فعالياته المختلفة اللي بتستهدف جميع الأزواء والأعمار بعد نجاح الأسابيع اللي فاتت بيواصل المهرجان تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية اللي بتلبي تطلعات الجمهور اللي بييجي من مختلف الأعمار ومن مختلف محافظات الجمهورية الأسبوع السادس هيشهد انطلاق عرض مصرحية جديدة وهي مصرحية التلفزيون بطولة حسن الرداد وإمي سمير غانم على مصرح يوارينا وده هيكون يوم 15 أغسطس وطبعا متوقعين نشوف عرض مصرحي مبهر كمان يوم الجمعة 16 أغسطس هيكون في حفل غنائي مميز هيجمع ثلاثة من أبرز الفنانين العرب هيكون معانا حمزة نامرة وفرقة مصار إجباري وكمان سعاد ماسي الحفل ده طبعا فرصة ذهبية لعشاء الموسيقى عشان يستمتعوا بأجواء حماسية ومختلفة وكمان يسمعوا أنواع مختلفة من الغنى والمزيكة كمان مهرجان بايتس بايدسي وهو أكبر مهرجان للطعام في السحل الشمالي هينطلق في منطقة الأرينا بالعالمين الجديدة الحدث ده هو بصراحة فرصة مثالية لعشاء الطعام إنهم يستكشفوا مجموعة جديدة من النكهات والأطباء الشهية من مختلف المطابخ العالمية والمحلية ورواد المهرجان كانوا مستنيين الحقيقة من بداية المهرجان كان بيتم الإعلان عنه النجاح الكبير لمهرجان العالمين الجديدة لظهر من أول يوم مع انطلاق المهرجان جي طبعا نتيجة للتخطيط الدقيق والتنظيم المحكم من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي اختارت باقة متنوعة من الفعاليات بتضمن إنها ترضي جميع الأزواء كمان تم اختيار موقع مثالية علشان تقوم فيها الفعاليات المختلفة ترجمة نانسي قنقر